زي ما انتو شايفين it's one of the يعني very important topics for now and for future ان شاء الله ان هو موضوع الهباتيس طيب اسمح ليش دكتور ما وصلت لايدات ما وصلت لسا لسا لايدات ما وصلت والان طيب اوكي اوكي طيب ان شاء الله راح ناخد يعني a very good overview ان شاء الله تكون يعني مفيدة لكم ونافعة نتمنى يعني انه عشان يسعفنا الوقت انكم يعني تعطونا كل الانتباه والاهتمام الله يديكم العافية طيب بداية كده زي ما انتو كلكم عارفين الفيروس هو obligate intracellular parasite obligate يعني ما فيه خيار ثاني اوكي وانترacellular زي ما انتو عارفين كلكم انه الفيروس ما يعيش كده الوحده زي البكتيريا اكسترacellular او ينمو في الميديا لا 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 الفيروس اكتر المدة ممكن عيشها يعني خارج الخلية ماكسيمم ماكسيمم يعني احيانا اذا توفرت الظروف ودرجة الحرارة وكذا في بعض الدراسات تقول ممكن اسبوعين خصوصا في الهوسبيتال سيتنك ف ما عنده الماشينز ما عنده مايتوكندرية ما في نيوكلياس ما في اي شيء عشان كده هو برازايد متطفل هو عبارة عن جينيتك ماتيريال يعني قطعة من الدي ان اي او الار ان اي بس وعليها بروتين كوت هذ هو يسموه كابسيد بلس او ماينس انفلوب بالتالي الفيروس محتاج ليفينك سيل عشان يعيش فيها يدخل ويتطفل ويستخدم كل محتويات الخلية فمثلا في الهيومن يستخدم الهيومن سيلس بيستخدم النيوكلياس وبيستخدم البروتين سيلس يزو يصنع بروتيناته ويتكاثر ويحولها الى يحول خلية الانسان الى مرتع يعني وتخدمه وتصنعه بروتيناته وبؤرة تكاثر وربليكيشن للفيروس نفسه الفيروس طبعا observe only by electron microscope هذا لو يعني حب احد يشوفها تكبير يكون مليون مرة وفوق اليميون سيستيم هو دايما اللي بيسوي كليرانس ل most of the viral infections للأسف بعض ال viral infections ما بيتم القضاء عليها بشكل كامل لأسباب حنشوفها الآن وأشهر مثال تعرفوه خارج المحاضرة اللي هو إيش which virus that is not coronavirus اللي ما يقدر اليميون سيستيم أنه يخضي عليه نهائيا حتى الآن في هذا العلم HIV yes حنشوف يعني عندنا هنا كده حناخد كده إن شاء الله حاجة حتفيدكم تعرفوا ليش بعض الهيباتاتيس بتكون كرونيك زي مثلا غالباً اللي بتأتي السي حنشوف ليه ليش اليميون سيستيم ما بيقدر طيب الفيروسات طيب تتصنف بناءً على إيش تتذكروا البكتيريا كنا نقول تتصنف بناءً على إيش classification of bacteria البكتيريا البكتيريا على الصدرون أيوة والجرامستين هنا الفيروس على الكنتنت النيوكليك أسيد هذه قطعة البيس أو جينيتك ماتيريا هل هي DNA أو RNA تمام؟ لأنه يا حيكون DNA حيكون RNA وكذلك الكابسيد عندي قلنا عليه الكوتش حجمه سيمتري وكذا وهل في انفولوب ولا ما في انفولوب بالمناسبة الانفولوب إيش تتوقعوا نقطة قوة ولا ضعف للفيروس على العكس تماما على العكس تماما لأنه الانفولوب هذا بيكتسبوا بعض الفيروسات تكتسبوا من حقنا وهي خارجة كذا تمام فهو ومجرد ما يحصل له ربشر خلاص الفيروس يصير على عكس النكت اللي هي بتكون مور رزيستانت للديتيرجنس وكذا فمثلا لو حنبدأ بعد شوي بالهباتاتيس اي حنلاقي نن انفولوب وبيتحمل الجاستريك أسد لأنه يخذ عن طريق الأكل وكذا طيب فسيمبلي الفيروس زي ما اتفقنا قطعة من الجينيتك ماتيريا الاما دينية وعليها بروتين كوت الانفولوب هذا بلس أو ماينس بعض الفيروسات فيها وبعضها ما فيها لكنه هو نقطة ضعف وليس زي ما يتبادر إلى الذهن على العكس طيب كلمة هباتاتيس دايما كده الحالة بيرسي هذه جنرال هذه انفلميشن لكن اليوم حنتكلم على الفيروس ممكن يصير فيه بكتيريا تعمل بس وكذا وآبسيس حاجة يعني أكيوت انفكشن وتريتابل الأوتواميون درقز توكسينز الكحول تركيزنا اليوم على الفيروس هذه نبدأ فيها وضروري دايما تعطينا كويك ريمايندر وجميلة جدا الهباتاتيس زي ما تعرفين فيروس عندي يعني خمسة أو ستة أنواع الكمون منها ال-A هباتاتيس A هباتاتيس B هباتاتيس C و يعني الأقل طبعا الهباتاتيس D لأنه الهباتاتيس D ما يجي يعني إلا في وجود in the presence of هباتاتيس يعني هباتاتيس D defective من اسمه D اذكروا كلمة إنه defective ما هو كامل يعني ترافل زود هباتاتيس يعني واحد يعني الاثنين مع بعض أو واحد أورتي عنده هباتاتيس B عشان يقدر ياخذ D طيب ال-E يعني وال-A كده زي بعض خلينا نقول مثلا E A كلهم بالألف يعني A E نحفظهم إنه هدول الاثنين فيك الأورال ال-A وال-E فيك الأورال يعني ينتقلوا عن طريق الفوت وطبعا الريزرفوار هو بيكون الإنسان وبيطلع في الفيس خلاص فبيكون السورس من الكونتامنينيشن ال-A طبعا أشهر من ال-E فخلاص كده إحنا قسمنا ال-A وال-E هدولي إنهم فيك الأورال بقي عندي ال-B وال-C وال-D هدولي blood born هدولي ثلاثة blood born طيب هو ليش حاطط ال-A وال-B مع بعض قل لك هدولي vaccine preventable ولله الحمد والفضل والمن طب ال-C ليش ما عنده حنشوف بعد شوية كذلك يعني إنه في other viruses less common طبعا اللي هم مثلا ال-Hepatitis G مثلا 20% of post-transfusion hepatitis post-transfusion يعني blood transfusion الحقيقة إنه مهما تقدم العلم ومهما تطور وحتاخده الشيء هذا إن شاء الله في السنة القادمة في سنة رابعة إنه صحيح يعني فضل الله وتوفيق الله وصلت البشرية إلى يعني تقدم كبير في ناحية blood transfusion لكن still ما في شيء اسمه 100% يعني لذلك لما تاخد consent في blood transfusion العام القادم still risk وإن كان very very low but it is not totally يعني zero طيب في فيروسات أخرى during الكورس حقها بتعمل الفكشن للليفر فهذه طبعا بتكون حاجة كده في الغالب يعني transient زي cytomingo virus وغيره نرجع مرة ثانية للclassification اللي تفقر إنه بناء على الجينوم مثلا الهبوتايتس A single-stranded RNA الهبوتايتس B double-stranded DNA okay C single-stranded RNA D single-stranded RNA والE single-stranded RNA يعني تقريبا تقدروا تقولوا إنه الوحيد اللي DNA هو B طيب لاحظوا معنا إنه A والE إشبههم من ناحية الانفولوب ما عليهم واتفقنا إنه النaked viruses are more resistant وهذا اللي بيفسر تحملهم للقال gastric human أعزكم الله human feces سواء الكلام هذا كان مثلا في مطعم واحد عنده الفيروس هذا وبيقدم أكل أو الماء ملوث بالfeces أو لمؤاخذ البعوض على الطعام أو أو أحيانا إذا كانت الزراعة بتسقى بماء ملوث بالمجاري تمام وبتأكل بدون يعني بتأكل كده رو بدون ما يكون في أو شيء كده يمكن سمعت مرة بأنه يعني كان في نوع من الفواكه كان سبب مشكلة في أحد الدول الفقيرة طيب بالتالي هذا كله في النهاية المصدر من الفيسيس خلاص ممكن يعمل من الكوكت فود من الريستوران أو من الموية الملوثة أو من المزرعات المروية بمياه المجاري وبدون طبخ واتفقنا إنه وقد يكون آسيمتوماتيك الحقيقة خلاص أعاذنا الله وإياكم الهوموسيكش والمين بيكون فيهم كومون وأكيد السبب واضح للجميع وبعدين يروح ينتشر سبريد لليفر عن طريق البلد وللأسف موضوع يعني الإيزوليشن ما هو مرة ناجح هنا بسبب إنه بيكون موجود في الفيسيز قبل ما تطلع السيمتوم وطبعا بيستمر إلى ما بعد السيمتوم بفترة دائما الكليرانس هنا بيكون عن طريقة الاميون سيستم هنا الحمد لله والفضل لله إنه دائما وأبدا الانفكشن توتالي كليرت ما في عندي كرونيك يعني الهيباتاتيس أي صحيح متعب جدا ما هو زي البكتيريا اللي اخذناها أول الموضوع هنا ممكن يكون لكن لو صار وكان الشخص من الناس اللي يعني بيظهر عنهم الأعراض فحتكون شوية متعبة لكن في النهاية it is going to be recovered يعني the infection وما في حاجة اسمها كرونيك في الهيباتاتيس أي ضروري المعلومة هذه نحفظها الكليسيكال سيمتومز بتكون كده في البداية برود رومال فيز يعني حاجات ما هي واضحة ممكن ديارية ممكن طبعا أكتر حاجة الناس بتلاحظها في ناس يسموه ريقان أو كده اللي هو الجندس في الأي very rare complications إنه يحصل فلمين أنت هباتاتيس وديث وحاجات زي كده but possible very rare الابراتوري دياجنوزيز عادة الـ IgM أنتباضي حق الهباتاتيس A تمام وفي يكون عندي أربع أضعاف ارتفاع في الـ IgG والـ الـ Isolation زي ما اتفقنا كويس لكنه هنا بيتكلم على الـ Isolation of the virus in the cell culture هذا الكلام صعب جدا ما هو عملية أنك تجيب الفيروس وتجيب خلايا حية وتزرعه وكذا هذا ممكن في الأبحاث وفي الأشياء هذه بيصير أكثر زي ما اتفقنا ما في specific treatment بيكون الـ Immune System هو اللي بيشيل الموضوع بالكامل الـ Prophylaxis لو لو احنا متكلم عن الـ Prophylaxis لو عائلة فيها شخص مصاب بيعملوله Isolation والشخص هذا بيهتم جدا في الـ Hand هايجين خصوصا بعد استعمال الحمام وكذا الله يكرمكم passive immunization للمخالطين passive immunization يعني نعطي antibodies جاهزة أكيد كلكم عارفين مثلا limitation حقتها إنها إيش passive immunization إيش الفرق بينها وبين active real vaccine إيش الفرق بينه وبين passive immunization مين يعرف يا شطار تروح بعد فترة هاتي قوت في الجسم ممتاز لأنه الجسم مو هو اللي صنعها فهذه بتكون يعني short term ممكن نعطي passive immunization حتى 14 يوم من الـ ممكن تساعدني وتفيدني up to 14 days لمين مثلا ناس مثلا يعني مخالطين زي ما اتفقنا وكذا بالنسبة للفاكسين كل الـ من فضل الله الحمد لله جزاهم الله خير في وزارة الصحة متوفرة الآن التطعيم في الجدول الحديث أصبح الـ هباتاتس A روتين لكل الـ لو واحد يعني من الكبار حيسافر لبلد في تعبانة وكذا فهذا أيضا ينصح أنه ياخذ الـ هباتاتس A فاكسين لأنه زي ما اتفقنا الموضوع ما هو زي الـ غاسترو انترايتس كده وخلاص لا الموضوع متعب متعب هذا لو صار في سيمتم في بعض الفاكسين بتكون بتحتوي على يعني بتكون تحتوي على البوث الـ بروتكت لل-A وال-B مع بعض والأشهر أنه كل واحد لحال وخلاص الأخو اللي هو الـ هباتاتس E فيروس أيضا فيك الأورال عادة بيكون من الـ يشبه الـ بتاعتس A clinically الـ الوحيد أنه الحقيقة بيعمل high mortality rate في الله يحميهم عاد نفس شي عن طريق الإلايزا حننشوف إيش يعني إلايزا بعد شوية ونفس الفكرة أنه الـ والكلام هذا كله بالنسبة للمود خلصنا كده من الفيك الأورال أو food born فيروس الآن ندخل على البلود بورن هباتايتس فيروس الـ B وال C هم الأشهر الـ اتفقنا إنه يكون لو جاه يكون إما مع الـ أو on top of B هذول إيش بهم بلود بورن هذول all transmitted via بارينترال بارينترال ترى معناها بلود بورن فكله يعني مترادفات في أذر روتس إيوة لكل واحد منهم هنتكلم عنه لحاله اللي لهم أذر روتس ومين منهم بيصير كرونيك مين ما بيصير كرونيك لكن جنرالي اسمهم بلود بورن هباتاتيس فيروسيس طيب في واحد إذا هنتكلم كده إن جنرال بلود بورن فيروسيس هتكون هباتاتيس بي و سي وفي واحد خارج موضوع الهباتاتيس كلكم تعرفوا مين يذكرنا فيها شطر يلا بسرعة ويسموهم في الطب الـ هباتاتيس بي هباتاتيس سي هباتاتيس إحنا هنا الآن بنتكلم على الهباتاتيس فقسمنا الهباتاتيس فيروسيس إلى الهباتاتيس الهباتاتيس البلود بورن هو البلود بورن بي سي آن دي طيب إيش أهمية أنتو كأطباء وطبيبات المستقبل الله ينفع فيكم ويوفق يا رب لكل خير إيش أهمية أنه أعرف أنه هذول بلود بورن كذلك أنهتم بال الكلينيكال سيرفيس ديس انفكشن تشينج باريير لو في أجهزة أو أدوات بنحط عليها باريير أثناء ما أنا بشتغل بعض المرضى مثلا الديابيتك فوت ألسر المساكين هذول عندهم الفوت ألسر دائما كرونيك وما بتتعافى بسهولة وكذا يعني هذولي طبعا الألسر هذي إيش تعتبر تعتبر بورتل أوف انتري خلاص أي أي أبريجن أي ميوكوزل تتش كذا هذا حيكون خلاص بورتل أوف انتري وكان ترانسميت الهيباتايتس فيروس وبالتالي هذولي آت هاي رسك يعني إيش يعني محتاجين اهتمام أكثر بكثير من المرضى الآخرين كذلك موضوع الهاند هاي جين موضوع الاسيبتك ننتتش تيكنيك لو لو انتوا فاكرين محاضرات العام الماضي خلاص الاكيوبيشن الهزر فروم بيشن تو ميديكال ستاف كذلك ما لا قدر الله أعور نفسي كطبيبة وكطبيبة ودائما نسمي بالله ونقر الإذكار بإبرة أو بغيره وكما يعني يحميكم ويحفظكم فكذلك كان بيترانسميتد بتوين بيشن اه فروم انفكتد ميديكال ستاف تو بيشن عشان كذا الميديكال ستاف لو حصلوا إصابة لا قدر الله في بروتوكول معين ممكن نكلمكم عنه في الأخير لو لو فضل وقت فالموضوع الحقيقة للأسف بيطلع أيضا من البور انفكشن كونترول يعني عيادات مثلا الأسنان الغير يعني مهتمة أحيانا في العالم كله إذا كان في بور انفكشن كونترول فالدراسات بتقول أنه تعتبر أيضا سورس للهباتايتس يعني يدخل الواحد بمشكلة بسيطة أو محتاج خياطة بسيطة فلا قدر الله لو ما هتمينا وانتبهنا للموضوع هذا ممكن يخرج بمصيبة كبيرة من مثلا على سبيل المثال موضوع الهباتايتس الانسترومنت والأدوات لازم تكون كلها استيرايل كمبليتلي وكيرفولي خلاص وكذلك الكلينيكال سيرفسيز زي ما اتفقنا انه انتقال البلد بورن فيروسيز بي دي ان سي مو شرط انه يكون فيزابل بلد خلاص ان الفيروسيز طبعا اسوأ حاجة لو في دايركت بنتريشن بكنتمينايتد نيدل مثلا او كنتمينايتد انسترومنت هذي يعني هذي اخطر حاجة بعدها يجي الميوكوز زي ما اتفقنا موضوع الواحد عنده خياطة واحد عنده ألسر واحد عنده جروح حروق لا تستهنوا فيها يعني يجي كذا دكتور عندك حرب لا يلبس غلافز ولا شي البيرن هذه هذه بورتالز أوف انتري هذه بورتالز أوف انتري الووند والبيرن والأرسل يعني مفتوح يعني الكيراتينايز والبروتكشن اللي ربنا اعطانا هو وحمانا وحفظنا فيه هذا الكيراتينايز هنا في دفكت في الاسكين بارير فضروري انه نتعامل بكل الاحتياطات وأخذ الأسباب وهذه من يعني تعتبر أسباب شرعية فأي اكسبوجر ل انفيكشواس بلود لانسيف هانت طبعا البلود ترانس فيوجن والأورغان ترانس بلانت اتفقنا انه التقدم يعني العلمي قلل كثير من الأمور هذه خصوصا في الدول المتقدمة انتبهوا انه ممكن الشخص يكون حامل لواحد أو أكثر من البلود بورن بايروس يعني مو بس البلود هنشوف بعض الفيروس فين توجد بعضها في يعني زي الهيبات تسبي مثلا موجود في الفجان الفلويد في السيمن في السلايف وهكذا الناس اللي عندهم بلود بورن بايروس ممكن يكون ما عنده سيمتم أبدا ولا هو أصلا aware of himself حتى وبالتالي لما بتتعاملوا مع المرضى المفروض تتعامل مع أي مريض وكأنه تاخذ كل البريكوشن الخطورة الخطورة الأكثر معلش آخر كلمة تحملونا شوية إنه الإنفكشن هنا لو لا قدر الله تسببت فيها وإن شاء الله يا رب إنكم كلكم داخل إلا الطب لخدمة وإنقاذ حياة المرضى وليس العكس لو كان الإنسان أهمل وتسبب في انتقال المرض المشكلة ستكون تتوقع على البشين فقط محصورة أو ستنتشر بشكل أكبر كيف تروح لمين بقيت المرضى لا أنا بتكلم على يعني بيشن أخذ بسبب إهمال وخرج راح البيت حينقول لها لبشن أنت هذا لمين مباشرة لزوج أحسن أوكي الزوجة لزوجة وبعد كذا الأم ستقول لها المين لا قدر الله للأطفال يبقى أنا لا أقدر الله لا أقدر الله أكون دمرت أسرة كاملة تمام فننتبه جدا للإنفكشن كنترول الله يطيكم ألف عافية نبدأ نبدأ بالهبتات الهبتات السي كده هو انفلوب فيروس بوزيتيف يعني يصنف إنه RNA فيروس طيب الهبتات السي هنا لو فهمنا السلايد هذي حيصير اللي بعده سهل وكمان المعلومة إن شاء الله تبقى في ذهنكم مدى الحياة يعني حتستفيدوا منها كثير إنه في سيكس جينو تايبز في ملتبل سب جينو هذا طبعا بيعتمد على دفرانسيز إن دي جينز ذات إنكوت ون اف إت تو انفلوب غيكو بروتين طيب الآن في معلومة مهمة إنه الRNA ديبندنت RNA بوليمراز الإنزيم هذا المسؤول عن الريبليكيشن تمام إس كريتيكال في الهبتات السي فيروس ريبليكيشن ليش لأنه سبحان الله لاك بروف ريدين capabilities وبالتالي بيجينريت large number of mutations mutant viruses يسموهم causey species الكلام هذا فين بيحصل داخل الجسم الواحد داخل single patient خلاص في mutant viruses كثيرة يسموهم causey species في الهيبتات مين أحفظوا في الهيبتات سي الموضوع هذا هو اللي بيشكل major challenge في immune mediated control يعني صعب المهمة على immune system لذلك هتلاقوا انه الغالبية في الهيبتات السي بيكون chronic والشي الثاني كذلك انه بيصعب كثير موضوع انه يطوروا او يحصلوا فاكسين للهيبتات السي فالآن أنا فهمت مو بس أقعد أحفظ فهمت ليش الهيبتات السي موست لك رونيك وليس له حتى الآن في علم البشر فاكسين because of the RNA polymerase enzyme that is responsible for the replication of hepatitis C virus it lacks proofreading so it result in or generate large number of mutant viruses in the single patient طيب طيب اوكي transmission بلود بورن هادي كل لنا عرفنا هالآن يبقى مثلا الناس اللي بلانا بموضوع drug injections والمخدرات والبلاوي هذا خلال ما ما حينفهم لا infection control ولا شي كذلك ال injections في hospital mucosal exposure زي ما اتفقنا في health care sitting using non sterile device طيب indirect touch surfaces يعني في ناس يقول لك اوكي الاجهزة والأدوات كلها معقمة بس surfaces مثلا في switches في الاجهزة في حاجات بالمسها وبعدين يلمسها على المريض اللي بعده المفروض هذه ينعملها disinfection أو barrier ينحط عليها barrier ويتغير الbarrier مع كل patient touch هذا تخيلوا خمسة ثواني من touching any surface كافية انها يعني تنقل كمية هائلة من viruses ومو شرط تكون في visible blood طيب التransmission عن طريقة blood transfusion تفقنا انه قل وال needle stick injury الneedle stick injury يعني طبيب يعوّر نفسه في الهيباتاتي السي أقل possible ولكن الأخطر والأكثر الهيباتاتي الس بي هنشوف بعد شوية ليش الهيباتاتي السي ضعيف possible ولكن uncommon unefficient very rare أشياء ما ينتبهوا لها الناس مثلا أجهزة قياس السكر ديني للجهاز حقك يا فلان أنا لغي قياس السكر بنفس الجهاز حق الثاني أخطاء تحصل حتى أحيانا للأسف في بعض العيادات ما ينتبه للنقطة هذه الفيروس is very 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 small تفقر أن يشاف بالالكترون مايكروسكوب فأي minimum amount ممكن تنقل الفيروس الناس اللي يرسموا على يدينهم أو العياذ والله موضوع الدياليسيز والرينا الدياليسيز لو فيه contamination في الإكوبمنت للأسف يعني الموضوع هذا محتاج انتباه كبير كثير من مرضى الغسيل الكلوي ينبلش بالفيروس هذه لو ما في اهتمام بالإنفكشن كوترول أثناء الفاكسين والفاكسينيشن اكوبمنت نانستيرايل دينتل براكتسيز الدراجز حيانا الناس لم يحطوا الحلق وكذا أي بيرسينج الموضوع كله يا طلاب المستقبل وطالبات المستقبل إن شاء الله كلكم إن شاء الله تنتبهوا للمواضيع هذه وتنبهوا غيركم وتكون إن شاء الله يعني لبنى طيبة في تنوير الفريق اللي معاكم الممرضين والممرضات وكل اللي بيشتغل تحت قدينكم مسؤوليتكم إن شاء الله تبلغوا هذه الأمانة تخيلوا هذه من دراسة دراسة ورقة علمية هذه كانوا من زمان عندما بيأخذوا يسموها يعني الفايلز هذي بيأخذوا منها مثلا حقم تخدير أو أي حاجة ويحتاجوها يعني يحتاجوا أحيانا بعض المرضى أكثر من حقن تمام فخصوصا ما يعرف بالمالتي دوز فيل يعني اللي تاخذ منها أكثر من جرع وتستخدم أكثر من مرة فمثلا زي أنا بيب التخدير طيب وجدوا وكتشفوا أنه الهباتات السي بينتقل هنا بما يلي في البداية الفايل جديد والسيرينج جديد والنيدل جديد أوكي أخذ منها وحقن للمريض أوكي المريض يحتاج جرعة ثانية فقام إيش سوى اللي كان يحصل الخطأ القديم أنه يرمو بس النيدل أوكي يرمو النيدل فقط ويأخذ البلاستيك هذا حق السيرينج يركب نيدل جديدة ويسحب من شدة يعني خطورة والإنفكشوس والفايروس مرة صغير إيبن وإنت بتسحب الفايروس كان جو إنسايد دفايل حتى بنيدل جديدة بس السيرينج السيرينج ما هي جديدة طيب بالتالي صارت كنتمينيتد الفايل هذي وكل المرضى اللي حياخدوا منها بعد كده راح يأخذوا الهيباتات السي انفكشن طيب الباثوجينيس دائما المشكلة عندي إنه الاميون سيستم بيعمل التاك التاك للإنفكتد ليفرسل طبعا هو بيأتاك الليفرسل اللي إنفكتد بالفايروس عشان يمنع الربليكيشن لأنه اتفقنا إنه الليفرسل لما بتصير إنفكتد بالفايروس بتصير بؤرة بتصير المصنع للفايروسات فلازم الاميون سيستم يجي يكسرها تمام اميون سيستم كثير و ليفرسل كثير و كثير معناها في دمج لليفرسل كثير طبعا دمج و ديث لليفرسل بتطلع الانزايمز هذي بتظهر لي في الدم وبتظهر بتعمل جوندس وكذا إذن الاميون اتاك بيسايتو تكسكتي دور كبير في الموضوع حتى بيصير مشاكل ثانية من الاميون كومبليكس بيصير مثلا هنشوف بعض السيمتومز يعني أحيانا مثلا يصير مشكلة في الكلا مشكلة في المفاصل بسبب الانتجين الانتبادي كومبليكس اللي هو كثير بالذات أثناء الأكيوت انفكشن للأسف الهيباتات السي وأحفظوا كلمة سي مع كانسر أكثر من غيره لأسباب يعني منها مثلا الهيباتات السي كومون لي انه يكون اسمتوماتيك سايلنت إتز فيري قد يعني انكم انتم كأطباء تكتشفو بدري عشان الحمد لله إتز تريتابل إتز تريتابل وفي نيو دراكس طلعت جديدة فكل ما كان الدياغنوزز بدري the best the better the prognosis الكرونيسيتي أعلى في الهيباتات السي واتفقنا انه هذا الكلام بسبب الميوتايشنز انه اليميون سيستيم ما يقدر يتغلب عليه يدوخ اليميون سيستيم بالميوتايشنز فيكون الأكثر يكونوا كرونيك والقلة هم الذين ينجوا منه اتفقنا انه غالبا ما يكون واضح وهذا يعطيكم تحدي انه انتو تكتشفو بدري تاخذوا كوي yes history of any يعني risk factor زي ما شفتوا مثلا في موضوع ال patient حقنا الكيس حقتكم اللي جاي من سنجافورة بس انه كان يحلك في محلات شعبية وبأمواس يعني تقليدية ف ال history الكويس يكون الطبيب دائما يعني alert وكذا هذا بإذن الله ممكن يسوي early diagnosis وearly treatment وsuccessful treatment وتفوزه بقول الله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا طيب ال incubation period عادة ثمانية أسابيع اللي هي لو حتظهر الأعراض حتكون هذه الأعراض وزي ما اتفقنا انه في عندي من بسبب ال immune system التعاكو كذا ممكن تطلع ل vascular pain in the abdomen joint pain hyves headache تمام هذه كلها بسبب ال immune response اللي اتفقنا انه يعني بيكون وبيسوي destruction أيضا وantigen antibody complex destruction لل liver cells طبعا destruction 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 حيحصل إيش في liver cells ها death ايوه death death وبعدين ايش يصير في liver tissue الخلايا قاعدة تروح 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 liver tissue fibroses احسنت fibroses وبعدين end result هي cirrhosis شن تعرفوا السعينز والسيمتمس حقته يلا بسرعة خلوكم شاطرين dilatation pulveres اللي حول الابلايكل وdilatation وvaricose veins ويصير فيه طبعا osteophageal varices والأ osteophageal varices هذه bleed easily البيت شنت في end stage يبدأ يصير عنده ascitis انتفاخ في البطن يسموه الاستسقاء يصير فيه vomiting of blood يصير فيه عزاكم الله fresh blood يعني fedification الاهل وكلهم يتقززوا منه نسأل الله انه يحمينا ويحميكم ويحمي الجميع وأهم من هذا كله انه ما يجعلنا سبب لقدر الله في انتقال هذه الانفكشن لأي مريض خلاص significant autoimmune reactions التفقنا اللي هي vasculitis arthralgia barbara and membrane borrelative glomerulo nephritis بسبب الانتجين antibody complex يعني انت الآن ممكن السمتمز الوحيدة اللي تجيك اللي هي هذه autoimmune reactions fasculitis arthralgia اخذ هستوري كويس اكد شوف احاول هل في رسك هل حلقت هل لا سمح الله احد يعني عملت اي جراحي اسوي liver enzymes تحديدا الالت خلاص ما هيكلفني شي الموضوع هذا لقيت والله في يعني رائحة هباتايتس على طول اسوي الهباتايتس screening واريح المريض من بدري خلاص دائما الطبيب الشاطر اللي يكتشف الامور مبكرا قبل ما والطبيب اللي يعني اللي الله يهدي يكون مخطئ اللي يعني سواء cancer سواء viral infection هباتايتس اللي يكتشف الامور بعد فوات الاوان when it is خلاص يعني too late هباتايتس c للأسف قليل زي ما انتوا شايفين على عكس هنشوف بعد شو الهباتايتس قليل اللي ينجو منه 20 الى 25 بينما الكرونيك 75 الى 80 وهذول الكرونيك 10 في المية حيصر لهم سير روزز بعد 20 سنة وحينتهي الموضوع بإما التفق عليها الاسايتس والبليدينج والانكفالوباثي والجوندس أو الكارسينوما أو الديث الدياغنوزز عندنا الالايزا اللي هي بناخد يعني سيرولوجي يسموه يعني من السيرم أنا عندي أنتجن أنتبادي الأنتجن يرتبط دائما بالأنتبادي فأنا أستغل الخاصية هذه إذا أبغى الأنتجن أحط له الأنتبادي أو إذا أبغى الأنتبادي أحط له الأنتجن عموما يعني هنا عادة ندور على الأنتبادي إذا لقيناه في البداية كذا يكون زي السكرينينج إذا لقيناه نروح نسوي more specific antibody سموه رايبة لو لقيتوا معناها هذا حصل له طيب هل الانفكشن راحت ولا ما راحت هنروح نسوي بي سي آر نشوف لو البي سي آر موجود يبقى هذا اكتف لو البي سي آر منتهي أتأكد منه أكثر من مرة يبقى هذا خلاص هو قد عدى الانفكشن للأسف التست دوز الريبة أو الانتيبودي ما يفرق لي ما بين الآي جي إم والآي جي جي يعني ما يفرق بين أكيوت وكرونيك أو ريزولفت فأنا مضطر أني أسوي البي سي آر البي سي آر يفيدني أيضا لو أنا بشتغل على التريتمنت لأنه كوانتيتيتف يعني يعطيني كمية الفيرل لود فأنا لو شغال في التريتمنت أسوي البي سي آر أشوف تركيز الفيرل لود في الدم بينقص كوانتيتف أم لا الكرونيك انفكشن بيكون في إليفيتد ليفر انزايمز بوزيتف رايبا والبي سي آر بيكون أيضا موجود عندي ديتكشن الفيرل آر إني وعلى الأقل سيكس منس يعني أعطي فرصة في البداية إنه لما أحكم عليه إنه هو حيصير كرونيك ولا لا خلاص هذا تقريبا ملخص الكلام اللي قلنا الجينو تايبينغ مهم جدا يعني زي ما أنتم عارفين في سيفرال سترينز وهذا الكلام جيني تيك بالتالي في عندي من واحد إلى ستة تقريبا جينو تايبز الكلام هذا بيفرق معايا في التريتمنت ومهم جدا التريتمنت إذن بيعتمد في الهيباتات السي على الجينو تايب واتفقنا إنه الإيرلي دياغنوزيز the best prognosis الأدوية الحديثة هذه الآن اللي هي يسموها D.A.A.S. Direct Acting Antivirals ثمانية، ثنعش أو أربعة وعشرين أسبوع very يعني ويعتمد الكلام هذا على الاكتشاف المبكر للأسف ما عندي فاكسين ما عندي هايبر إميونوغلوبيلين لو حصل له أحد الشيء الوحيد الممكن يأخذه إنه يأخذ التريتمنت أكي best method هو بالنسبة للبريفنج أفضل طريقة هي الانفكشن كونترول لا لوا فاكسين ولا لوا هايبر إميونوغلوبيلين طيب الهيباتاتيس جي يعني هذا sexual intercourse and blood يعني سنة common الحقيقة شو تقدروا كلمتين حطينا لكم عنه في السلايد هذه يعني يظن إنه هو لود علاقة مع الـ HIV بطريقة أو بأخرى طيب موضوعنا المهم نركز فيه الهيباتاتيس بي طبعا هو الوحيد اللي DNA Genome بالنسبة لمقارنة بالهيباتاتيس فيروسيس الترانسميشن ثلاثة طرق البلد سيكشول السيكشول هنا is very strong يعني method of transmission على عكس مين على عكس اللي قبل شوية اللي هو الهيباتاتيس هنا في الهيباتاتيس بي very common سيكشولي ترانسميتد وبيري نيتالي from mother to newborn تركيز الهيباتاتيس بي في الـ body fluids زي ما أنتوا شايفين موجود حتى في السلايفا موجود طبعا في الفجانة في الـ fluids وفي السيمن وموجود أيضا في السلايفا والأكثر أنه في الـ blood wound exudates تفقنا في التعامل مع القرح والجروح وكذا وخطورتها وما نستهين فيها وننقل من مريض لآخر وغير كذا يعني ممكن تكون low أو undedictable في الأشياء هذه والبريست ملك يعني من الأشياء اللي ما تعتبر خطيرة على عكس مثلا موضوع آخر ما هو موضوعنا الآن موضوع مثلا الـ HIV هذا كالبريست ملك خطير جدا ولا يسمح للأم بالإضاءة طبعا يقول لك global يفي 300 مليون شخص حول العالم خصوصا في آسيا الأسف في كاريرز عدد كبير جدا وهم الريزرفوار اللي بيجيبوا المرض هذا وبينقلوا الترانسميشن أكيد طبعا أي بيركوتينيوس أي ميوكوزال اكسبوجر البلد عموما اللي تكلمنا عنه أي النوع من أنواع sexual contact any type of sexual contact direct indirect كله يشكل خطورة البورتال أوف انتري اللي اتفقنا الحروق الجروح الألسرز الديباتيك فوت كلها حتكون خطيرة هنا بيقولوا لكم أيضا هذه الريزورز اللي كانت في الحالة حق سينغافورا ومالآخرين الخطير في الهيباتاتس بي حطينه بالأحمر إنه بمعنى لو تلاحظوا الجدول هذا عندكم شوفوا الكمية المطلوبة للترانسميشن في الهيباتاتس بي من البلد مقارنة مثلا مثلا بالـ HIV تمام سبحان الله الـ HIV يعني الطريقة الأساسية لانتقاله هي الهوموسيكشول والبايسيكشول والسكشول انتركورس عموما لكن شوفوا الهيباتاتس بي كمي بي زيرو 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 فور مل يعني ريحة ال 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 ينتقل يعني بسهولة شديدة وبسرعة شديدة وخطر جدا في الصحة طيب عشان نفهم الماركرز ونبسطها بمشيئة الله الماركرز هذه ناخد الستركشور حق الفيروس كل ستركشور سبحان الله بيطلع له specific انتيبودي يعني لما تحصل انفكشن بالهيباتاتس بي فيروس تمام الاميون سيستيم ينتج انتيبودي لكل جزء من الفيروس كل جزء يعتبر انتيجن عشان بس نبسط الأمور وكل جزء هذا يعتبر انتيجن وكل انتيجن بالتالي سيطلع له انتيبودي خاص فيه فمثلا السيرفيس انتيجن هذا تمام اللي انتو شايفينه هباتاتس بي سيرفيس انتيجن سيطلع له سيرفيس انتيبودي وهذا اهم انتيجن واهم انتيبودي هذا اللي احنا نصنع منه الفاكسين والانتيبودي اذا طلع وتفوق على عدد السيرفيس انتيجن خلاص نقول الشخص اتعافى طيب الانتيجن هذا له علاقة بالريبليكيشن الشخص اللي الانتيجن عنده بوزيتف معناها الريبليكيشن عالي وبالتالي معدي جدا خلاص الكور انتيجن تمام الكور انتيجن كور يعني اللوب تمام هذا للأسف الانتيبودي اللي بيطلع له ما حيكون كافي للقضاء على الفايروس تمام بمعنى آخر ايضا مهم انه انا لما ألاقي الكور انتيجن اتأكد انه الشخص هذا جات الاصابة هل نجا منها او لا نشوف السيرفس انتيجن هذا هل اختفى وهل السيرفس انتيبودي اصبح موجود يبقى نجا من الانفكشن طي اذن السيرفس انتيجن ديتكتد انهاي لفلز ان سيروم دورين اكيوت او كرونيك الشخص الاكيوت او الشخص الكرونيك اللي هما قلة الكرونيك في الهيباتاتس بي هما قلة خصوصا في الكبار بس كرونيك خلاص يعني ما قدر انه يتغلب عليه عادة الشخص هذا لو كان الانتيجن موجود معناها انفيكشوص طي وهذا السيرفس انتجن انتفقنا هو اللي يستخدم لصناعة الفاكسين طي لاحظوا انه الانتيبادي الانتيبادي لهذا السيرفس وجوده معناها الحمد لله ريكافري قضى على الانفيكشن وتغلب عليها وانتهى كذلك وجوده قد يدل على انه هذا الشخص اخذ فاكسين وانتوا الان شاء الله في سنة رابعة كلكم حترجعوا تاخذوا الفاكسين لانه الفاكسين اللي يعطى عند اول يوم في الولادة الفاكسين اللي نعطي للهيباتاتس بي داي ون تخيلوا داي ون فاكسين هو الفاكسين حق الهيباتاتس بي فا لو لقيت انتيبادي للسيرفس انتيجن ممكن يكون اصابة او ممكن يكون انه هذا الشخص اخذ فاكسين لكن الكور انتيبادي الكور انتيبادي يعني أن أجسام متضادة للب الفيروس لا هذا أخذ الإصابة هل الإصابة انتهت ولما انتهت نروح نشوف الانتيبودي حق السيرفس إذا طلع الانتيبودي حق السيرفس وتفوق على الانتيجين معناها انتهت الإصابة الانتيجين ماركر تفقنا اف ريبليكيشن هاي ريبليكيشن انت انفكتيفتي يعني شخص لا قدر الله جاء تنيديلستيك انجوري طبيب أو طبيبة ولقوا الانتيجين عندهم طول العدس التشهور ولسه الانتيجين عالي يعني هذا خلاص هذا انفكتيوات هذا خطير يحطوه في مكان ما يتعامل فيه مع المرضى طيب هنا ببساطة شديدة كذا عندي السيرفس انتيجين يعني الفيروس انتيجين دائما يعني شيء متعلق بالفيروس نفسه لكن انتي يعني انتيبودي طيب السيرفس هذا اللي هو الخارجي الانتيجين نفسه ماهو موجود ولا في انتيبودي للكور ولا في انتيبودي للسيرفس معناها هذا الشخص سليم ولكنه ماهو محمي طيب السيرفس انتيجين موجود عفوا السيرفس انتيجين يعني الفيروس ماهو موجود وفي عندي انتيبودي للسيرفس وانتيبودي أيضا للب الفيروس معناها هذا عنده مناعة بسبب ايش تتوقعوا جاه الفيروس قبل جاه الفيروس قبل واتعافة منه ليش اتعافة منه لأنه الفيروس ما عاد موجود 機會 нейتجين ف시간 ما عاد موجود يعني الفيروس ما عاد موجود antibody للكور زي ما اتفقنا antibody للسيرفس الاثنين معناها جاه الفيروس الحقيقي جاتوا إصابة حقيقية وعدة منها لكن لو antibody حق لب الفيروس ما هو موجود بس في antibody للسيرفس معناها هذا تطعيم الفيروس غير موجود وفي مناعة فقط للسيرفس ما في مناعة للكور معناها هذا الشخص أخذ التطعيم طيب acute و chronic الأكيوت الانتجن موجود تمام السيرفس انتجن موجود ولكن الانتيبودي حق الكور يكون IgM IgM طبعا مناعة للسيرفس لسه ما تكونت طيب متى يتحول إلى chronic لو IgM هذا اختفى يعني فيه انتيبودي ولكنها ما هي IgM واستمر الموضوع ستة شهور ولسه ما عارف يطلع انتيبودي للسيرفس انتيبودي للسيرفس غير موجودة والسيرفس انتجن موجود أو غير كافية عشان نكون دقيقين عفوا انتيبودي لهذا السيرفس غير كافية فما حتبين وبالتالي حيستمر يكون الفيروس متفوق وحيكون هذا chronic طيب زي ما انتو شايفين السيناريو السيناريو هذا الكمون انه الموضوع يعدي بمعنى انه هذا السيرفس انتجن يطلع هذا اول ما يطلع عندي السيرفس انتجن بعده بشوية حيطلع الانتيبودي حق الكور انتفقنا انه ما له قيمة بعدين هيبدأ الاميون سيستم يشتغل طيب يطلع في البداية انتيبودي للكور اتفقنا انه هذا ما هو يعني مهم مرة لكن لو تلاحظوا اللي بالاحمر هذا السيرفس انتجن بدأ ينزل بدأ ينزل بدأ ينزل تتوقعوا ايش اللي قاعد ينزله السيرفس انتجن يعني الفيروس ايش ايش اللي قاعد يخليه ينزل هذا تحت المناحم ايوة تحديدا الانتيبودي طب ليش ما هي ظاهرة شوفوا الانتيبودي ظاهرة هنا الانتيبودي حقه السيرفس احنا يهمنا اكثر شي السيرفس هذا السيرفس انتجن لاحظوا قاعد ينزل بس هذا تول لظهر لانه يا ابطال اول ما يظهر الانتيبودي حقه السيرفس اول ما تطلع تكون غير كافية تكون يعني تبدأ اول شي هذا يكون متفوق عليها في العدد السيرفس انتجن الفيروس يكون متفوق في العدد فهي في البداية ترتبط فيه تكون كلها مستهلكة وتنزل تنزل 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 من العدد كل ما زاد عدد الانتيبودي يقل عدد الفيروس اخر شي في النقطة هذه عند الصفر هذه الى هنا يكون العدد متساوي عدد الانتيجن حق السيرفس وعدد المناعة الانتيبودي حقه السيرفس تكون متساوية بعدين هذه يسموها ويندو فيز يعني لو فحصت هنا ما حيبين معاك شي لانه كلها مرتبطة في بعض كلها ماسكة في بعض ما في شي فري خلاص بعدين حتبدأ تتفوق اعداد السيرفس انتيبودي نقول الحمد لله قضينا على الفيروس واصبح الانتيبودي اعدادها قضت على كل الفيروسات على السيرفس انتيجن وزادت وصار عندي فائض 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 فهنا اقول نجح الشخص ويستمر مدى الحياة مناعة للسيرفس انتيبودي على العكس في السيناريو السيء واللي هو قليل انه مرضت ستة اشهر ولسه المناعة ما هي قادرة فيه ولكنها قليلة فلو تلاحظوا انه عدد السيرفس انتيجن شغال وكبير وما فيه شي قاعد ينزله الاجي ام خلاص انتهى بعد ستة شهور بيختفي يعني الموضوع ما عاد اكيوت فالموضوع مشي اكثر من ستة شهور السيرفس انتيجن لا زال موجود السيرفس انتيز بودي غير موجود يبقى هذا كرونيك خلاص اتفقنا انه ايضا يحصل هنا عندي ارثرالجيا فاسكولايتس كلها سبب الاعداد الكبيرة من الانتيجن مع الانتيبادي الكرونيك اقول عليه كرونيك بعد ستة اشهر هنشوف ايش الكريتيريا حقة الكرونيك ايضا موضوع الهيباتوسيلو الكارسينومة في الناس الكرونيك فيه ناس يقولوا انه انسيرشن اف ميوتاجينيسيز اندربير السيمتومز غالبا اسيمتوماتيك ولكن لو صار فيه سيمتومز هتكون اكثر خطورة واشد سيفيرتي من الهيباتاتيس اي ومن الهيباتاتيس فحيكون فيه فيفر انوريكسيا نوزيا فوميتين جوندس دارك يورين بيل فيسس إليفاتي ترانس امينيز وقلنا من فين بتطلع الترانس امينيز عارفين ذكرونا الليفر انزايم ليش بتطلع بتسبب جوندس الدستركشن الدستركشن احسنتوا شوفوا شكل الليفر كيف شوفوا كيف الليفر المسكين خلاص وهذا الجوندس وطبعا الاميون رياكشن العالي بسبب لي ايضا هيفز جوينت بين بين in the side of the abdomen طبعا دارك يورين بيل لا مؤاخذة بيل ستول فيفر هذه كلها لوزنج ابيتايت دائما نحط في بالنا السيمتومز هذه ممكن تكون كلها ممكن يكون بعضها خلاص خصوصا الارثيرالجيا وال وال فاسكولايتس والأشياء والهايفز والأشياء هذي نشك دائما في الهيباتايتس من ضمن الديفرينشيال دياغنوزيز حقنا نحطه اللي بتتعلموه في النظام الجديد فالليفر انزايمز دائما وخصوصا يعني الالت لانه مور سبسيفك سيرولوجيكال تيست اللي هو يعتمد على فكرة الانتجين والانتيبودي هنا اتفقنا انه السيرفاس انتجين هو من اهم الاشياء اللي اشوفها خلاص الكور انتجين الانتجين هذا مارك ريبليكيشن اند انفكتيفتي ديني فكرة انه في عالي الربليكيشن والشخص هذا معدي وخطر الانتيبودي اللي حشوفها السيرفاس انتيبودي هذا لو وجدته معناها نجوتا او نجا المريض الكور انتيبودي هذا للأسف ما يكفي انه يغلق على الانفكشن والإيه انتيبودي طيب وجوده كويس ديتكشن اوف فيرال دي ان اي للامانة عشان اسوي فحص للمريض بالالايزا واقول له انت ما عندك مشكلة احتاجي اني اكون عديت الانكيوبيشن بيريود تمام لكن ميزة ال بي سي آر انه يعني ممكن خلال خمسة ستة اسابيع يبين لانه ديتكت الدي ان اي على طول فهو صحيح غالي لكنه يعمل لي ايرليير ديتكشن لكن يعني انتوا من المعلومات اللي لازم تفهموها وتوعوا المرضى انه ما في شي يسموه انا حصل لي ريسك اليوم اروح بكرة اسوي تيست هذا الكلام بيعطي negative false negative result خلاص الموضوع زي ما شفته هنا بيحتاج اسابيع عشان تطلع الانتيجينز والانتيباديز هذه في عندي الويندو فيز ايضا مهمة الPCR هو الحل ولكن ايضا still it needs few weeks تفيدني الPCR ايضا في الفيرال لود عشان الفولو او هذا تشوفوا موضوع فكرة الالايزا وكذا وحطينا لكم فيديو وكيف يعني فكرة الـ IgM دائما موجود في الأكيوت الـ IgG remains for long life ايش يعني الويندو فيز هذه اللي شرحناها اللي يكونوا الاثنين فيها غير موجودين بسبب تساوي الاعداد الهيبتاتيس الهيبتاتيس بي كور انتبادي اي فرق بين الاكيوت والكرونيك واتفقنا انه عن طريق الـ IgM لو كان موجود الـ IgM خلاص هذه الويندو فيز اللي اتفقنا عليها بمعنى انه انا لو لقيت الشخص عنده اعراض ممكن يكون في الويندو فيز فكيف القطه القطه بهذا الانتيبادي حق الكور هو الوحيد اللي هيكون موجود يعني السيرفس انتيجن والسيرفس انتيبادي هيكونوا في الويندو فيز الاثنين غير موجودين طيب لكن في عندي ستيل الانتيبادي حق الكور فلو لقيته اقول معناها هذا في الويندو فيز طيب الاسيرفس انتيجن يكون موجود في الاكيوت ديزيز لكن ماهو موجود في الكمبليت ريكافري موجود في الكرونيك كاريير الصيف انتيبادي ما يكون موجود في الاكيوت ديزيز موجود بعد ما يتعافى الإنسان ويتغلب على المرض وبالتالي الكرونيك كارير يفقد يفتقر إلى موضوع الكرونيك كارير أول شيء لازم يمضى ستة أشهر ما عنده أنتيبودي للسيرفس أنتيجين الإي أنتيجين يفرق لو كان كرونيك آكتف أو كرونيك إن آكتف الكرونيك إن آكتف يكون الليفر إنزايمز معقولة ترى الليفر إنزايمز في الكرونيك آكتف أو في الآكتف عموما تكون تريبل أو كوادريبل عالية مرة تمام لكن ما كانت عالية بشكل كبير في الكيس حقتنا فكان تقريبا يعني مقبول الفيرل لوت كان قليل أقل من 2000 مثلا الإي أنتيجين كان نيكتف في الكيس حقتنا اللي أخذتوها وعشان كده سموه وشخصوه كرونيك إن آكتف خلاص إن آكتف عشان أقول والله هذا الشخص كرونيك إن آكتف يكون عده ستة أشهر هذا قلنا عليه كرونيك طيب إن آكتف الليفر إنزايمز حقته ما هي مرة عالية الفيرل لوت في البي سي آر ما هو مرة عالي يعني ما في ريبليكيشن والإي أنتيجن اللي يدي إنديكيشن إنه في ريبليكيشن وكذا يعني معناها ما في ريبليكيشن والفيرل مرة قليل وجالس خامل وما هو بيكسر في الليفر إنزايمز هذا أقول عليه كرونيك إن آكتف واضحة هذه ولا يعني ما هي واضحة بالنسبة لكم واضحة واضحة طيب إيش مصير هذا الكرونيك إن آكتف أسيبوا مدى الحياة لا لأنه هذا ممكن في أي لحظة يقلب آكتف وينتهي بهباته سيليولار كارسينومة فيحتاج مثلا كل فترة يعني فترة معينة الله أعلم ستة أشهر أكثر أقل إنه يعمل تشيك يعمل بي سي آر طيب خطورة الهيباتاتس بي تكمن في الأطفال عشان كذا من اليوم الأول نعطي التطعيم حق الهيباتاتس بي لأنه الإنفنت لو جاهم هيباتاتس بي تخيلوا تسعين في المئة يصير كرونيك تسعين في المئة هيصير كرونيك بينما من عمر ساء واحد إلى خمسة من خمسة وعشرين إلى خمسين في المئة أجل مين اللي يكون بس يعني خمسة في المئة كرونيك اللي هما في الأدلت في الكبار الكبار هما اللي إذا جاهم الهيباتاتس بي حيكون يعني تسعين إلى خمسة وتسعين في المئة بيتغلبوا عليه وعشرة في المئة هما اللي يعني ما بيتغلبوا عليه طبعا واحد في المئة بيتوفى خمسة إلى تسعة في المئة اتفقنا أكثر من ستة شهور فهذا له أربع حالات إما يكون chronic active أو chronic inactive أخطر حاجة مميتة اللي هو chronic active هو اللي حيروح في سيروزيز وهيباتوسير كارسينوما وكذا التريتمينت يعني antiviral agents وكل شيء لكن سبحان الله ما هي التريتمينت زي فعالية الهيباتايتسي يعني الهيباتايتسي التريتمينت هنا الناس اللي حيروحوا في chronic وهم قلة قليلة لكن التريتمينت محتاجة always follow up always follow up وما هي يعني بدرجة هي كويسة لكنها ما هي بدرجة فعالية الهيباتايتسي وجدوا في أبحاث في الصين أنه حليب الإبل اللي أوصى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فعال في كثير من الحالات اللي هما يكونوا كرونيك كذا كرونيك هيباتاتس بي فعال كثير جدا وممكن أحط لكم الدراسة وأرسل لكم هي تطلعوا عليها البروفيلاكسيز الفاكسين الحمد لله بيري إفكتف وبيحمل سن تقريبا الثلاثينات عشان كذا انتوا هترجعوا تاخدوه مرة ثانية بس ما نعطيه لكل الناس بعد الثلاثين إلا الناس اللي هما زيكم أطباء أو واحد حيسافر أو واحدة زي هذه حق سنغافورة اللي زوجها أصيب فنعطيها وهكذا يعني حالات خاصة نعطيهم طيب الإميونوغلوبليم موجود إيوة يعني لو لا قدر الله أحد تعور على طول في بس في إميونيتي موجود للهيباتاتس بي الهيباتاتس دي اتفقنا أنه دفكتف وحيكون محتاج فقط عشان يجي لازم يكون في الشخص عنده إما يجه مع بعض أو هو والبي أو يكون الشخص أوريدي عنده بي فممكن يأخذ الدي ليش لأنه الهيباتاتس دي can't replicate alone it should replicate in the presence of هيباتاتس بي فيروس وهذا الديغنوزيس حقه بالنسبة للهيباتاتس دي والتريتمينت نو سبسيفيك انتفيرال تيرابي للدي يهمنا هنا نعرف الكلمتين على السريع خلاص we are almost finished للإنفكشن كنترول يا سادة يا كرام هانتو سيرفيس كونتاكت يعني مثلا يدكم بتخيطوا المريض أو كده لمست حاجة لمست switch وانت يدك فيها بتخيط ويدك فيها يعني فيها blood يعني أو بتلمس blood حتى لو ما انت شايفه بعينك فقط وانت تلمس أي طبيب آخر يلمس ويلمس مريض ثاني رح ينقل من السيرفيس للمريض الآخر الكلام الكلام هذا ينطبق أيضا على الـ other viruses والـ respiratory viruses وللأسف في المستشفى مع البرودة والتكييف والمناخ جيد فممكن تبقى العملية عدة أيام واتفقنا أنه السيرفيس هذه كثيرة زي ما انتوا شايفين كل هذا خطير جدا إيش طيب أسألو يا دكتور non-touch يدي أنا فيها invasive procedure ما ألمس أي حاجة من هذول أخلي أحد ثاني يلمس أوكي النقطة الثانية الأشياء هذه لازم يحصل لها disinfection لو كان اللمس الزامي يعني فيكون زي مثلا عيادات الأسنان وكذا فيسووا disinfection للسويتش وكذا أو يحطوا عليها barrier والbarrier يتغير بين كل مريض ومريض زي ما انتوا شايفين هنا كله هذا السيرفيس وهي أكتر حاجة الآن في الزمن هذا المتقدم في العلم السيرفيس أصبحت أخطر شيء لأنه الأدوات أوكي طيب الناس بتعقيم الأدوات لكن زي ما انتوا شايفين هذه السيرفيس يشتغل وبعدين يمسك السيرفيس 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 أصبحت source of infection وهنا disinfection واعتذر جدا يعني إذا كنت ثقيل عليكم سبحانك الله وبحمدك أشهد الله أنت أستغفرك وأتوب إليك ححط لكم الإيميل مع الليدر إذا في أي إسئلة على الإيميل بنجاوب مباشرة لكل استفساراتكم وبرضو حنرسل لكم كذا بعض الريسورس المختصرة زي تجميعات تفيدكم إن شاء الله ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته